موسيقى 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 بداية يا دكتور هذا الموضوع شغل الخليقة من قديم من الزمان اللي هو موضوع الشر والديانات القديمة الفارسية مثلا انتهت الى انه هذا التناقض الحادث في الحياة وفي الكون بين الشر والخير انتهت الى انه هنالك الهين اله للخير و اله للشر اهريما و اهرمز ده وعلى هذا النحو يعني تعددت اساليب الفهم من منطلق فكرة تنوع الالهة بين اله خير و اله شرير او كما اختصرناها الان في الزردشتية هناك اله للخير و اله للشر لما اه ظهرت الديانات التوحيدية و طبعا على رأسها اليهودية اه اليهودية ارادت كغيرها من الديانات التوحيدية ارادت ان تحسم هذه القضية حسما نهائيا بانه لا يوجد اكثر من اله واحد هو الله فقط و من ثم انتهى انتهى الفهم في سياق العهد الاديم الى ان الله هو صانع الخير و صانع الشر و و كيف يكون الله صانع الخير و صانع الشر في فهم العهد الاديم اه ان الشر هو العقوبة للاشرار او هو الاستحقاق العادل للاشرار و من ثم فهو الاله الخير ولكنه في خيريته و عدله يعاقب الاشرار على شرهم و من ثم يكون هو ايضا صانع الشر و هذا الفهم طبعا متسع في الكتاب المقدس في العهد الاديم في اماكن كثيرة جدا ولكن العهد الجديد انتهى الى تقديم صورة مغيرة لهذا الفهم وهي ان الله صانع الخيرات الرحوم فقط و ان الله لا يوجد به شر ولا يوجد به ظلمة البتاة و انما الشر هو من صنع الشرير والشرير هو رئيس الملائكة الذي سقط من ردبته بسبب تمرده على محبة الله والخضوع له اللي هو الشيطان و طبعا بهذه المناسبة لازم نقول ان الشيطان ليس مجرد ملاك ولكنه فريق كبير من الملائكة اللي كانت تحت قيادة هذا الملائك الساقط فهو الشرير وهو مصدر الشر و بلغة اخرى هو الشرير ان دي حياته هو هكذا هو شرير يعني هو مملوء من القتل مملوء من الحقد مملوء من الكراهية مملوء من القلق من الحزن من عدم الامان هو هو في ذاته هذه كلها حياته بعد ان انفصل عن الوجود في الحضرة الهية فهو بقي شرير فعليا طبيعته صارت مقاومة ومضادة لطبيعة الله الخير فصار هو الشرير ومن ثم صار هو الذي يغوي الانسان بافكاره لكي يصير اشرار من مثله ومن ثم صار هو مصدر الشر هنا فيه بقى فرق جوهاري بين ما قدم في الديانة اليهودية كديانة التوحيد وصار على هديها باقي الديانات التوحيدية التي ظهرت فيما بعد وبين المسيحية في اعلانها لان الله نور ليس فيه ظلمة البتة وخير لا شر فيه طب الشر بيجي من بيجي للانسان لما ينجذب وينخدع من شهوته وينقاد وراء مشورة ابليس ومن ثم فكرة العقاب اللي ذكرتها من شوية اللي اللي بيأتي بيها الله على الانسان كما يصفها العهد القديم هي في العهد الجديد هي الثمرة التلقائية ل اتباع طريق الشر يعني بمنتهى البساطة لا تشرب من هذا الماء لانه ملوس فالذي يسمعني لم يصغي الى كلامي شرب من الماء الملوس جات له نزلة معوية انا لم اعاقبه بالنزلة المعوية ولم اسبب له النزلة المعوية انا مجرد كانت عندي الحقيقة الكاشفة اللي مش موجودة عنده فاخبرته ان هذا الماء ملوس وهو اصر ان يشرب منه فالنتيجة انه حصد ثمرة الشر اللي شرب منه وبالضبط كده العقاب في فهم العهد الجديد انه نتيجة حتمية لشرب الانسان من النبع الشرير ان يصير شرير وتصير له نتائج الشر وليس ان الله هو الذي يبطش بالانسان او ينتق منه لان منتقل بساطة المسيحية قالت ان الله محبة فكيف يكون الله محبة ويكون باطشا بالانسان طبعا هذا التنقض بقى موجود في افواه وععاز مسيحيين وغير مسيحيين طب بتسألني ازاي ازاي فيه يعني قطاعات كبيرة من المسيحيين يرددون هذه الكلمات لانهم في الحقيقة التلميذ والترب في في بيئة هي في الواقع عبارة عن يهودية امنت بالمسيح يعني التكوين الفكري بتاع هؤلاء ما يزال التكوين الفكري بتاع اليهودين وهؤلاء موجودين في كل قطاعات الدنيا وفي كل الكنيس لان اليهودية هي اللي خرج من رحمها المسيحية ومن ومن ثم فتأثير اليهودية على المسيحية كان وما يزال مستمر بهذه الصور ف ولكن اذا اردت ان تذهب للانجيل كحقائق وكلمات الانجيل محددة وهو طبعا ما شرحته لك الان الجزء التاني من الجزء التاني من تقديم حضرتك هو الخطيئة الخطيئة في الديانات الشريعية كاليهودية هي ان انك تعصى الاوامر التي صدرت اليك من الشريع الخطيئة في المسيحية ليست مجرد ان تعصى او لا تعصى لكن الخطيئة ان ان يكون الانسان شارب من الشرير من الشرير ان يكون اصبح شرير بواسطة الشرير وبسبب طعته للشرير يعني هو في كيانه تلوس بالشر بسبب شربه من الشر طبعا الشرب هنا فكري وعقلي ومن ثم صارت الافعال اللي بتصدر عنه ناتجة عن تغير في طبيعته الى حالة الشر وليس مجرد انه فعلة او عثرة في خطأ لانه دلوقتي قد قد يكون انسان ليس شريرا ويخطئ يخطئ في الكلام يخطئ في التعبير يخطئ في الحكم على الاخرين طب ما هذي خطيئة هو بيخطئ ولكن هذه ليست الخطيئة في المسيحي ليه لانها ليست صادرة عن قصد وقلب شرير ولكنها صادرة عن خطأ في الفهم او في التعبير او في التصرف الجوهر هنا في المسيحية هو القلب هل القلب شرير وتصدر عنه افعال شريرة ام القلب صالح وما يصدر عنه من زلات ليس بقصد شرير ومن ثم لا تكون هذه الاخطاء خطيئة وانما الخطيئة هي اللي صادرة عن القلب الشرير اللي انتمى للشرير الاساسي اللي هو الشيطان اشتركوا في القناة